أمريكا واليهود الآن هم سادة العالم لذلك لا بد للمسلمين من القبول بهذا الواقع والتعامل معهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد التصالح مع غطفان يتصالح معهم على نصف ثمار المدينة ويضحي بها من أجل أنه يحصن مصالح أو يحصن دولته ويحصن مصالحه فلماذا نستنكر التطبيع في ظل هذا الوضع؟ هذا قياس مع الفارق تماما كان مفترض السؤال يكون كالآتي النبي صلى الله عليه وسلم أمام دولتين كفارس والروم مثلا كيف تعامل نبي صلى الله عليه وسلم مع هاتين الدولتين ويش نأتي لقضية الغطفان جاءت وحاصرت المدينة فأصبح هناك اضطرار لفك هذا الحصار بدفع ثمار المدينة النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا الأمر وما كان يحبه عليه الصلاة والسلام لكن هو من باب التخفيف على أهل المدينة فلما استشار السعدين عليه الصلاة والسلام فقال سعد رضي الله عنه سعد بن معاذ والله يا رسول الله ما كانوا يأخذونها منا إلا قرا فما كانوا يأخذونها منا في الجاهلية إلا قرا أخذونها منا عنوة في الإسلام فأبى يعني النبي صلى الله عليه وسلم فما حصل أصلا هذا الأمر فسر النبي عليه الصلاة والسلام لرأي السعدين فكان هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع حالة ضرورة في حصار عسكري أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوا معلم ما هو اتفاق على أساس الصلح دائم يأخذون ثلث ثمار المدينة ويرجعون يعني حالة مؤقتة يعني فهذه لا تقاس عليها مسألة قضية التطبيع مع دولة غاصبة وظالمة وأنت لو نظرت اليوم إلى المسلمين كم عدد المسلمين بالنسبة لحفنة اليهود الشردم الموجودين في الكيانة الصهونية كم من الإمكانيات الموجودة في هذه الدول العربية يعني زي ما قال يعني بعض الخطباء المسلمين يظنوا كشكا وغيره قال لو أن المسلمين ذهبوا وتفلوا تفلة كن على هذا الكيان لا أغرقوه ببصاقهم يعني ناهيك بأسلحتهم فهذا يعني أيضا هذا الكلام يعني لا يقوله في الحقيقة من يعتز بالإسلام ويعرف عزة أهل الإسلام إنه هل السيادة للدولة والقوة للدولة تعني الخضوع والرقوع لهذه الدولة أم تعني مقاومة هذه الهيمنة وكسر هذه الهيمنة حتى يعلو الإسلام الإسلام يعلو ولا يعلع عليه فهذه الروح لا تنشئ أمة ذات سيادة وإنما هذه الروح هي روح القطعان من الخراف والنعاج التي ليس لها حول ولا قوة الله قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فهذه الروح لا تبني أمة هذه الروح الاستكام والإنهزامية نسوح أنظر الله عز وجل من قال وكأي من نبي قتل معه ربيون قتل معه ربيون كثيرا أو قاتل معه قتل وقاتل قراءتان فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا رجعوا إلى أنفسهم عرفوا أن الخلل موجود فيهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا بالنصر وحسن ثواب الآخرة والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين فإذن القضية هي قضية نرجع إلى أنفسنا ونصلح أحوالنا ونبني دولنا حتى تكون دولا قوية ذات رسالة عند ذلك الله سبحانه وتعالى ينصرنا